ومعنا في الستوديو هيثم سباهي عضو النادي الاجتماعي السوري أرهن بك سيد هيثم في البداية ما هو تعليقك على مقاله أردوغان بأن بلادها سترد في الوقت المناسب وأنها غاضبة بالشدة من مساس بأمنها القومي يعني أولا سوريا لم تمس بالأمن القومي لتركيا الطائرة للتركية دخلت الأجواء السورية والمنطقة هناك يعني يوجد أزمة في سوريا والدفاعات الجوية السورية على أهبة الاستعداد أردوغان يحاول الآن تهيج الرأي التركي طبعا ويعني محاولته مع الناتو لأخذ مواقف قبل مؤتمر الحوار الذي سيجرى في الأيام القادمة طب لكن سوريا قالت بأنها لم يكن أمامها خيار سوى إطلاق النار على هذه الطائرة العسكرية طبعا عندما تأتي طائرة وتنخفض إلى كما قال الجهاد المقدسي إلى مئة متر فوق سطح البحر هذا يعني موقع بحالة هجوم أو بحالة اختراق الأجواء السورية فسوريا لكن لم تعطى لها انذارات يعني هذه نقطة التي أثارت يعني الخلاف أنه لم تعطى أي انذار للطائرة بأنك ستسدد ترمى إذا لم تتراجع إلى المنطقة الدولية وهي قصفت بحسب الرواية التركية في المنطقة الدولية هذه الطائرات تستطيع يعني اختراق 12 مايل أو 12 كيلو متر في مدة 32 ثانية لا يوجد وقت للاختراق اخترقت الأجواء السورية في طريقة منخفضة يعني ربما الحديث عن الطائرة نفسها وما حدث هذا تناولناه كثيرا لكن الآن ردة الفعل التعامل التركي مع سوريا تقول بأنها لن تتعامل الآن يعني مع أي ما تعتبره خطرا أمنيا من سوريا ستتعامل معه بطريقة على أنه هدف عسكري وأيضا هناك حشود عسكرية تركية أكثر كثافة من السابق على الحدود السورية يعني أنا برأيي أنا أعتقد أن سوريا لم تقوم بالرد إلا سوريا تعرف تماما ما هي النتائج تركيا في الأشهر الماضية قدم كثير من الإرهابيين لتركيا من ليبيا وتونس ودخلوا من الأراضي السورية لو كان أردغان يريد تحييي تركيا عن هذا الوضع لأغلقوا حدوده ومنعوا دخول هؤلاء هذا يتنافى مع قلة الحكومة السورية بأنها ما زالت تحتفظ بالصداقة مع تركيا إذن هي تعتبر أن ما قامت به هو كرد فعل طبيعي للمواقف التي برزت من تركيا مؤخرا ولم تكن متوافقة ولم تكن إيجابية بحق النظام السوري الرد السوري لم يكن للمواقف الرد السوري كان لاختراق طائرة تركية للأجواء السورية لو كان هناك ودا مثلما كان قبل هذه الانتفاضة بين تركيا وسوريا هل لقامت دفاعات السورية بنفس الخطوة برأيك؟ لا في الأيام العادية تكون الرادارات في وضع ثاني حاليا هناك أزمة في سوريا سوريا تتوقع تأخذ الحذار وتتوقع ممكن يكون هجوم من تركيا من إسرائيل من أي دولة معادية فالرادارات السورية والدفاعات الجوية السورية على أهبة الاستعداد للرد وعلى أردغان وعلى تركيا تركيا تعرف هذا الموقف هناك أزمة في سوريا وهناك قتال وسوريا على أهبة الاستعداد وكما قال الرئيس بشار الأسد إذا فرضت علينا المعركة فهلا نسهلا بها هيثم سباهي عضو النادي الاجتماعي السوري شكرا جزيلا لك شكرا لك